الحوارات لو ترجع كده في تاريخك هتحصل انه 70-80% من المشاكل اللي دخلت فيها من المشاكل اللي دخلت فيها كان سببها حوار كان يفترض انه في حتة فيه كده انا ارحل عند هذه النقطة واحد من زملانا انفصل عن زوجته انفصل عن زوجته فبنسأله تعرف ليش انفصلت نبغى قصص حكاياته كده يحكينا فيلم ليش انفصلت عن بعض قال لا حطت ملح زيادة في الاكل يا رجل حطت ملح زيادة في الاكل وانفصلت عن يعني انت بتدوغ الاكل احنا لازم ننفصل قال لا مو كده مرة واحدة لكن قلت لها الملح زايد في الاكل قالت لا الملح مو زايد في الاكل قلت لها الملح زايد في الاكل قالت الملح مو زايد في الاكل احنا نعرف نذوق هذا مو مقادير امي هذه ملح زايد في الاكل قالت هذه مقادير ماما واضح انها مقادير مامتك اش تكصد اكصد انه بالوراثة ما تعرفه تطبخ وانتو لا يا شيخ هيروح خلي مامتك تطبخ لك بالمقادير حقتها ولك ان تتخيل فين مش الحوار الى ان وصل الى الانفصال الان هو يحكي يقول يا ريت يا ريت وقفت الملح زايد في الاكيل لا الملح مو زايد في الاكيل طيب خلاص هذا لا يعني انه انت حتستسلم بس هذا يعني انه لاحقا تطرح بطريقة مختلفة باسلوب مختلف انت عرفت انه هذه الطريقة ما حتوديك مكان وهي نفس الحكاية ما تعرف متى ترحل لو تعرف متى ترحل الملح زايد في الاكيل اظن زاد عليها شوية ورجعيه للمقادير حقات ماما وكل اسبوع زايدينه الجرعة شوية بعد ثلاثة شهور ستوصل الى الجرعة اللي انت اساسا حطتها واسأليه بعدين كيف الملح؟ كده ترجمة نانسي قنقر